اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الافريقية التي طرحها فخامة الرئيس سيريرا مفوزة اللي بسجله كل التقدير وكل الاحترام على هذه المبادرة وقد اعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لان تسهم المبادرة الافريقية في تسوية النزاع الروسي الاوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الافريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان القادة الافريقى تبحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الافريقية للوساطة بين روسيا واوكرانيا مؤكدين ان لافريقيا مصلحة اكيدة في العمل على انهاء هذا النزاع بالنظر لاثاره السلبية الهائلة على الدول الافريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية مثل امن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي فضلا عن اهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي كما اكد السيد الرئيس ان مصر تبنت موقفا متوازنا منذ اندلاع الازمة يستند الى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار وحجد الجهود الدولية للتواصل لحل يراعي شواغل جميع الاطراف ضمانا لتحقيق الاستقرار والامن الدوليين واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الافريقية من خلال بلورة الاليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والاوكراني على الانخراط فيها بشكل ايجابي خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر